واضح الآن أن المقاومة على جبهة لبنان وأنا رأيي مثل المقاومة على جبهة غزة المعركة انتقلت إلى الشمال بغزة أنتم تابعين يعني مش بس جبالية يعني الزيتون ليش انسحب من الزيتون الإسرائيلي يعني وأنا حكيت قدامكم في واحد الحلقة ما قبل الأخيرة قالت انطروا الزيتون جاءتنا رسالة من الأخوة في المقاومة تقول انتظروا الزيتون وهي انسحب من الزيتون يعني الجماعة كانوا دقيقين فيما قالوه وثبتت مصداقية ما قالوه الجبهة اليمنية الجبهة اليمنية إعلان المتوسط مرة واثنين وثلاثة مش معناتها أنه هذا مجرد إعلان لا الأنصار الله أثبتوا في المحيط الهندي على كل حال والمتوسط أسهل من المحيط الهندي يعني ما فعل في المحيط الهندي أنا أرأت واحد من التقارير الأمريكية اللي بيقول ما عم نقدر نجاوب على سؤال كيف تتمكن الصواريخ اليمنية من إصابة أهدافها في السفن المتحركة اللي هي هدف متحرك في المحيط الهندي وليست لديهم أقمار صناعية ولا سلاح بعض سفن يعني حربية أنه هذا لغز في طريقة تصنيع الصواريخ فاللي عم يضرب على المحيط الهندي ويسيب سفن عم بيحذرك وبينذرك أنه البحر المتوسط على الطريق طيب نكمل المواجهة في غزة نكمل معركة رفح البحر المتوسط على الطريق وكذلك المقاومة العراقية والأوراق كثيرة بالقياس والمقارنة بين الحالة الإسرائيلية رسوم خط بيانة بس للحالة الشعبية وللحالة العسكرية وأنا رأيي أي عاقل لازم يعمل هالشي بده يستنتج الخط البياني للرأي العام الإسرائيلي مع الحرب ضد الحرب خلال سبعة الشهر شو بيقول بيقول مؤيدون الحرب إلى انخفاض وانخفاض حاد وبيقول مؤيدون خروج من الحرب إلى ارتفاع وارتفاع كبير شو بيقول بحالة حماس ما عم بيحكي هون عم بيحكي بالمنطقة الأصعب بيقول شعبية حماس تتزايد الالتصاق بخيارها يكبر والذي كان يعني أنه كانت حماس مثلا عم نحكي بغزة كانت 62% في اليوم الأول بعد الطوفان هلأ 72% طيب ما هذا بعد القبول بالاتفاق يعني بعد الموافقة على العرض التفاوضي كسبت خمس نقاط كانت 67% طلعت لتنين وسبعين طيب لما بتجي بتسألهم للناس أنا رأيي ده أهم استفتاء أنه في حدا بيقول من أين هذه الاستفتاءات يعني يفوتوا فوتوا على الجوجل حطوا مؤسسة الدراسات السياسية والبحوث المسحية دراسات الفلسطينية للشؤون السياسية والمسحية برامالة مقرها تمولها الألمانية وقوروا الاستطلاعات الرائية التي عملتها وقوروا استنتاجاتها ومبين نفس المؤسسة غير يعني قريب من حماس أنه مش مبسوطين بالنتائج لكن عم يعطوا نتائج أنا برأيي لأنه الغرب يريد أن يعرف هذه الحرب تغير في ولاءات الناس لنكمل هذه الحرب تؤدي إلى الهدف المنشود في خلق رأي عام يرفض المقاومة ويرفض قيادات المقاومة عندنا أمل طيب النتيجة تقول نعم بدي يبني نتنياهو سلطة من بناء فلسطينية من خارج حماس ومن خارج فتح ما بدكش تطلع أرضيتها وينة بالرأي العام أنه اللي مش مع فتح ومش مع حماس في عشرة بالمئة فتح وفي سبعين بالمئة حماس وفي عشرين بالمئة أنه هن ما بدون يختاروا بين الاثنين بس هولي مش عملة وهو منهم رايحين ليشتغلوا مع الإسرائيلي أصلاً لما جمعوا القبائل إذا بتتذكروا زعماء القبائل بحضور الأمم المتحدة جماعتهم لتنسق معهم شو كان البيان اللي صدر عن شيوخ القبائل والعشائر في غزة كان البيان أنه إدارة حماس هي الجهة الوحيدة الإدارة الحكومية هني بيقوله هي الجهة الوحيدة المخولة بأن تقوم بعملية الإشراف على الشأن الإداري والإنساني في غزة وبالتالي هذا سياسياً عسكرياً فط بياني صاعد ما كتير بدلوا الواحد يعني بين العمليات وم بين النتائج تبعها طيب على مستوى جبهة الجنوب نفس الأمر على مستوى جبهة اليمن خود أول شهر خي مش أول 15 يوم وخود هلا على مستوى الحالة الشعبية اليمنية مبارح الجمعة كانت المسيرات المليونية المكررة في شوارع صنعاء على مستوى بيئة المقاومة هنا والرأي العام السياسي بأعتقد واضح يعني أنه في شوية خنقنات لكن لا تقدم ولا تؤخر في الاتجاه العام لارتياح المقاومة بالمقارنة مع 2006 وما كانت عليه الحال عسكرياً المقاومة خطها البياني صاعد شعبياً خطها البياني صاعد وأوراقها لم تستهلك بعد على المقلب الآخر الإسرائيلي عسكرياً خط البياني هابط شعبياً خط البياني هابط سياسياً وحده وانقسامه كان في وحدة كاملة هو الآن متشضي دولياً خط البياني هابط تأييد الشارع العالمي خط البياني هابط فإذاً هذا الخط الصاعد وهذا الخط الهابط سيلتقيان في نقطة يا معركة فاصلة يا تفاوض هلأ الإسرائيلي شطارته أنه يلحق يعملها تفاوض قبل ما تتحلل المكنة تبعه يعني أنه ما يفعله جانس الآن ليس خدمة يعني لا نصفت له باعتباره إنجاز لصالحنا لازم اللي يصفقوله أنه صهايني لأنه يسعى لإنقاذ إسرائيل يسعى للوصول إلى معادلة يحرجنا فيها بالقبول بشروط عرضت قبل سبعة شهور ولم تكن ولم تعد متناسبة مع حجم التضحيات ولا مع حجم القدرة على تحقيق الإنجازات لكن إذا إجى أهل وأنا أبلان أنت لا تستطيع من باب التفوق الأخلاقي والقيمة المضافة التي تمثل مصدر قوتك الأساسي لا تستطيع أن تقول لا أما إذا ما إجى وعمل حكومة تقول أنا موافق على الشروط فالمعرك يمكنني حتى ينهار الجيش والله أعلم أول النتائج ستكون في الضفة أنا رأيي ومن ثم نرى 48 شو راح يصير فيها إذا الجنون بقي راكب ممكن ما نروح بجعال حرب كبرى نروح على محل تاني وإذا نجح الأمريكي وهذا الجديد في بنية الاحتلال على استنقاذ الكيان من مواجهة لحظة الخطر ممكن نكون العودة إلى التفاوض مرة أخرى ورأيي المسألة مسألة أسابيع وليست مسألة شهور مبين أنه ظاهرة جانس وظاهرة تحول الرأي العام تقول في تسارع بالديناميكية هلأ هون بدي أفتح قوسين للنقطة الثالثة اللي بدي أحكي عنها اللي هي استخلاص يعني شيء له علاقة بما هي الهوامش والضوابط بين السياسات والانتخابات في أمريكا والكيان لأنه نحن بيّن معنا شيء بأمريكا أنه بضروة الانقسام الذي تثيره الانتخابات راحوا الحزبين على القانون اللي صدر عن كونغرس بإجماع الحزبين اللي موّل الكيان بـ 25 مليار وموّل أوكرانيا بـ 61 مليار وموّل تايوان بـ 15 مليار عمل هو يعني وحدة ساحات وبالتالي وحدة الحزبين هم بلحظة انتخابية تنافسية صعبة لا يفسرها إلا السياسات يعني بمعنى تدخل الدولة العميقة حيث تقول هنا سياسات لانتخابات طيب لكن يمبين أنه التنافس الانتخابي مكمل يعني بمعنى أنه بايدن قلق من أنه يخسر المؤيدين لإسرائيل قلق من أن يخسر القاعدة الديمقراطية التي باتت مؤيدة لوقف الحرب ومؤيدة للقضية الفلسطينية على الحل المثالي لبايدن توقف الحرب وبالتالي ما يعود الموضوع مطروح للنقاش توقف برضى إسرائيلي وتوقف بتصفيق مؤيدي فلسطين يعني أي صيغة تفاوضية توافقية أما إذا لم يحدث هذا قبل الانتخابات فوضعه صعب وواضح بالمقابل أنه ترامب كمان لا مش أنه ملتزم بأنه موضوع إسرائيل شايله من التداود يعني مجرد ما قال بايدن أنه نعم علقنا شحنة سلاح وممكن أن نفعل أكثر فورا ترامب ونزل فيه يعني بمعنى التخلي عن إسرائيل ممنوع إلى آخره فإذن في محل إجرائي إلو علاءة بالسياسات وفي المحل الإعلامي والسياسي التنافس بلا ضوابط والمعركة الانتخابية تستخدم كل الأسلحة وبالتالي الكل بدي يعمل حساب الانتخابات الكل بدي يعمل حساب أنه عنده مصالح سياسية السلطة عامل محرك كما هي المصالح العليا وبلحظة مثل اللي نحن فيها بيتوازنوا بيصيروا اثنين فاعلين أخذنا الآنون اللي لازم نعمل فيه فلوس لزيلنسكي ولنتنياهو ولتايوان خلاص أبرينا ذمتنا هلأ بدنا نلحم بعض كذلك الأمر في الكيان في الكيان أنه فيه سقف ما مننزل تحته ما طلعنا نقول بدنا دولة فلسطينية يعني جانس ما طلعنا نقول منتنازل عن القدس الشرقية ما طلعنا نقول من فك استيطان بعدنا على الثوابت اليمينية الإسرائيلية لكن هذه الحرب فاشلة ويجب أن تقف وصفقة التبادل يجب أن نذهب إليها لأنها مصلحة إسرائيلية وإسرائيل لا تستطيع أن تتحمل غيرها وبالتالي إذن نحن قدام معادلة من الآن وصاعدا التنافس الانتخابي يجب أن نفتح العين عليه لأنه صار هو العامل المحرك لبلورة مواقف الأطراف يعني بايدن بده يبلش يتصرف على أساس أنه مرشح رئاسي يجب أن يفوز في الانتخابات ونتنياهو وغانس كل واحد منهم بده يعمل حساباته إذا عدد الأصوات في الكنيسة كيف التركيب يتميل هلأ خمس نواب بيقلبوا المعادلة فكل واحد بده يشد براغيه وبده يفقصهم هلأ نتنياهو بده ليه ما أقاله لغانس لو ما ليه يده مرتاح بقول له من هلأ فيل هو رد عليه بالسياسي لكن ما رد عليه بالإجراء ما قال له لشو ناطر لتمنح زيران من الآن تستطيع الاستقالة وقال له بن جفير قيله يعني وبالتالي لا أنا رأيي نتنياهو بده يعمل حساباته مظبوط وغانس عم يعمل حساباته مظبوط على قياس أين الرأي العام وأين الأغلبية في الكنيسة هؤل الأمرين أساسيين وبالتالي هذا دليل على شيء واحد هذا دليل على أنه الأمريكي في مأزق لأنه أين تبصير هذا الأمر مهم لما ما في حلول لو بايدن قادر ياخد أرار حرب أو قادر ينجد إسرائيل أو قادر لو الإسرائيلي قادر يقوم بمقتضيات الحرب ويحقق إنجازات هذا الموضوع ما بيكون مطروح لا داخل الكيان ولا داخل أمريكا هذا مطروح لأن المقاومة فرضت أن يكون مطروحا لأن إنجازات المقاومة هي التي فرضت وبالتالي كلما ارتفع منسوب إنجازات المقاومة وارتفع منسوب إخفاق الكيان بدنا نبلش نشوف مزيد من التوتر في الانقسام الانتخابي أمريكيا ومزيد من التشضي على مستوى التنابذ والتنافس السلطوي إسرائيليا فخلي هذا الموضوع تحت العين دون أن نبني عليه أوهاما هذا كويس وهذا عاطل مثالنا وحكمتنا في هذا ما قاله العظيم كاسترو يوم سؤل عن من يؤيد في الانتخابات الأمريكية نيكسون أم جونسون قال أنت من تفضل فردة حذائك اليمين أم فردة حذائك الشمال هذا لازم يكون القانون الحاكم بالنسبة لنا لكن مراقبة ما يجري في ضفة الأعداء مسألة يجب أن تبقى قائمة للاستشراف والاستقراء وليس للتفضيل بين الفردة الشمال والفردة اليمين أنا أكتفي بهذا القدر في الحقيقة